اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة في طرق وشوارع وجسور رئيسة وسط العاصمة بغداد بعد أحداث التظاهرات وقطعة القوات الأمنية الطرق المؤدي إلى ساحة التحرير مركز التظاهرات في العاصمة وجسر الجمهورية والسينك والأحرار المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وكذلك بعض الجسور الأخرى المهمة في جانب الرصافة التي تضم أغلب وزارات الدولة العراقية وخرج الألاف من أتباع التيار الصدرية والتيار المدني في تظاهرات بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين مجلس النواب العراقي باستبدال أعضاء المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتهامهم بعدم النزاهة في وقت من المقرر إجراء انتخابة مجالس المحافظات في شهر أيلول المقبل وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت عن مقتل شرطي وإصابة سبعة من عناصر الأمن على أيدي مندسين بين المتظاهرين في ساحة التحريض كاشفة عن العثور على أسلحة وأدوات جارحة بحوزة متظاهرين وأعلن محافظ بغداد المقال علي التميمي الذي ينتمي إلى التيار الصدرية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثمائة وعشرين آخرين بإطلاق الغاز المسي للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في مقتل المتظاهرين وملاحقة المسؤولين عن ذلك وأعلن زعيم التيار الصدري عن براءته من المتظاهرين الذين قاموا بأحداث عنف ضد القوات الأمنية هذا وسقطت صواريخ على المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية وسفارة لدول وبعثات دبلوماسية وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان أن عددا من صواريخ الكاتيوشا قد سقطت على المنطقة الخضراء ومحيطها وأضاف البيان أن تلك الصواريخ انطلقت من منطقتين البلديات وشارع فلسطين وعبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عن قلقها تجاه أحداث التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد يبدو أن المشهد السياسي متجه نحو التعقيد بعد المواجهات والتصعيد بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين طالبوا الحكومة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في رأس الدوليمي الأخبارية بغداد